السلام عليكم متابعين ومتابعات قناة ميدان كبيرين نبس عليكم اليوم عدي لكم واحد الوصفة ديال الطاجين ديال الحوت البيض ديال الكرة ديال الحوت البيض بالمرنة قام معي باش شوفوا تفاصيل الوصفة والطريقة اعجبتني الوصفة جد طاجين بنين ونديد ومعلك لاصوس ديال ومعلكة تكسير اشبتني شارك معكم هذه الوصفة تسابعوا معي حتى الاخر في الفيديو وشكرا مدينة المناسبة تسابعوا تحضروا لإنقروا التاجين ديالنا فوق العنى باش يسخن تحضروا الطاجين سخن اضع لي مطاشا محكوك انا درس واحدة كبيرة قد اضعوا انتما جوج موين قد تحكوها في الحكاكة من بعد قد اضعوا جوج درس ديالتو قد اضعوا من بعد قد اضعوا شويد الملح لسبب الضوغ قد اضعوا تحميره قد اضعوا الكامون قد اضعوا صغيره قد اضعوا خرق من بلدي قد اضعوا واضعوا بالتحكوه قد اضعوا صغيره اضعوا الصغيره اضعوا ملحة كبيرة اضعوا صغيره كنخلطو تسبيله مع ماتايش الحقوق سكت ندمج العناصر سكت ندمجها من بعد سكت ندمجها سكت نضيفه سكت ندمجها من بعد نضيفه كنفر سكت ندمجها سكت نضيفه مقطعها من أقدس نغطيه بشكل صغير 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 نخلطه ونغطيه نجعل لصص طيب نجعل الكرة الحوت بالنسبة لكرة الحوت نجعل طحانة كهربائية نقوم بها الفيلة الميرنة بعدما نقيناها وحيدنا منها الشوق وحيدنا منها تهالجلدة و نجدها تقتر من المغنى ثم نخلع الشرائح بالطحانة الكهربائية ثم نضيه اضطيه نضيه نقوم بشكل صغير يجب أن تخلط جيداً مع الحود يجب أن يجب أن تخلط جيداً ثم نضيفه قصبر المعدنوس ملقة صغيرة الكامون من سبيل العطرية يجب أن تكون بحالها بحالي اللاسوس نضيف الحمراء نخرق من بلدي نضيف كم التعاني نضيف الحمراء و نضيف هذا نضيف الخلط كاملين كنحس بأن الكفتة دينا تخلاصها العطرية كاملة سنحصل على هذا الغزول اللي غادي تشوفوا دابا من بعد كنديرها في أحد البول كمتان كورو الكورس دينا كنديرهم متوسطين سنقوم كمين عملية سنحصلوا سنكملوا العجين دينا كامل 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 تصموم الاستويق ثم سنقوم الإضافة كامل خلاص كامل وكامل كامل كامل نضيفها مستكلة تمام الآخر نضع الكورات التي يصابنا وضع التاجين سهل مهل و نضع عليه بعد مرور تقريبا ربع ساعة نضع عليه و نقوم بحلها نضع الحوت يتلق قليلا ما زال ما في الصوص و نجعله تسي نشف سنحصلوا على هذا التاجين كما اشتو في شهري و لصص ديالو عقدة و تقيلة فتجي معلكة سمنا الوصفة تعجبكم و تجربوها ما تنسوش اللايك و لكومنتر زوينين ديالكم و شكرا على المتابعة و شكرا على المتابعة و شكرا على المتابعة و شكرا على المناسبة و شكرا على المتابعة